في هذا الفيديو سنناقش السؤال الثالث نريد تتبع بيانات أداء الطلاب وإدارتها ما نوع التطبيق الذي ينبغي عليك استخدامه إذن أولاً النشر المكتبي B العرض التقديمي C جدوى البيانات Excel D وعالجة الكلمات Word المساعدة ينبغي أن يكون التطبيق قادر على تخزين المعلومات والبيانات المنظمة طبعاً بخصوص النشر المكتبي نأخذ مثال برنام بيبليشر الذي يمكن من نشر مجموعة من الوتائق إلى غير ذلك ثم بالنسبة ل B العرض التقديمي مثل برنامج PowerPoint C جدوى البيانات Excel برنامج Excel و D معالجة الكلمات برنامج Microsoft Word إذن بما أننا نريد تتبع بيانات الطلاب وإدارتها من معدلات إلى غير ذلك فوجب استعمال جدول بيانات Excel باعتباره برنامج لمعالجة النقاط والمعدلات إلى غير ذلك وبالتالي A خطأ B طبعاً خطأ الجواب الصحيح هنا هو C جدول بيانات Excel شكراً شكراً شكراً